مسا مسا على كل أشياء دحيح الأفلاب فيلم من عرضه اسمه تيرا فورمارت وبيحكي عن سرسير ببطال الفضاء علشان يكتشفوا حياة على الكوكب صلحة للبشر ولكنها بتكبر هناك وبترجع تهاجمهم بكل قوة ماتين شوف بيبدأ الفيلم بيوضح ان في القرن الواحد والشرين كان فيه مشكلة تادات سكاني في العالم كله وكلهم واتا في العالم كله بدأوا يدوروا على حل للمشكلة الكبيرة اللي بتواجههم دي وقتها العلماء قرروا انهم يعملوا رحلات استكشافية على كوكب المريخ علشان يقدروا يحولوا لكوكب صالح للحياة وقرروا ياخدوا الناس بعدها هناك علشان الناس تعيش على الكوكب ويبدأوا يوفروا شوية من موارد كوكب الارد وبعد كده عملوا المشروع اللي اتفعوا عليه وهم مش عارفيني نتائج بتاعتهم اللي مستنياهم وبعدين بروح لسنة الفين خمسمية سبعة وتسين وقتها كان فيه اتنين بيجروا قوات بتجري وراهم وما حدش فاهم ليه بيجروا ورا بع ولكن بعد كده بيظهر عدد كبير من القوات اللي بيطروا النوم يمسكوا الاتنين اللي بيجروا وراهم وبيسبتوهم ويقبضوا عليهم وبعدين منشوف واحد غريب اسمه باجاز سايق مركبة فضائية وكان بيتفرج على فيديو والفيديو اللي كان بيتفرج عليه كان موجود فيه نفس الشخص باجاز وكان بيلقي محضرة على مجموعة من الشباب وكان بيتكلم فيه على همية احتلال كوكب المريخ علشان يفيدهم بعد كده في الخطط بتاعتهم للبقاء على قيد الحياة وبعد كده بيكلم باجاز مع المساعدة بتاعته والمساعدة بتقوله الاتنين اللي قدرنا اننا نمسكهم كان عليهم احكام كتيرة بالاعداد ولكن احنا نقدر نستغلهم ويساعدونا في الهدف بتاعنا اللي نويين علينا منه وبعد كده الراجل الغريب باجاز ده بينزل من المركبة الفضائية وبيروح عند الاتنين اللي لمسكوهم وبيعرفوا منه اخيرا جيه الوقت علشان الناس الحقيرة تاخد الجزاء والعقاب بتاعها علشان اللي عملته زماء وهنا الوقت بيعرف البنت اللي كانوا متردينها انه مش هيسبها ويفضل معاها ودايما هيحميها وبعدين بيروح لسنة الفين خمسمية تسعة وتسعي وبينشوف فريم من رواد الفضاء وهم في مركبة فضائية واتا كان في واحد منهم وكان القائد جيمة وبيقولهم مش الجحيم بالنسبة لنا كان افضل مليون مرة من العذاب اللي احنا فيه ده والملل اللي ما بيخلصش ولكن هنا البنت بتاعته بتقوله فكك من اللي بتقوله ده بس تفتكر اول ما نرجع الارض ايه اول حاجة هتاكلها وانا بيقولها دوجيمة كل اللي فري معاك الاكل وبس وبعد كده بيجي واحد اسمه جيم وبيكلم قائد الفريق دوجيمة وبيقوله انا زهان واحنا بقلنا كتير ما تخنيناش مع بعض تعالا نتخانق ونشوف مين فينا هيكسب وانا بتقوم بينهم مبارزة كبيرة وجيم قاله انا من السبتية يالا فكني عائل من العالة توتو ولكن قائد الفريق دوجيمة علموا الادب وعرفوا انه فعلا من العيالة توتو وبعد كده واحد بيروح يتحرج ببنت من الفريق ولكن البنت بتروح تستنجد بسواري والسواري بتوقفه عند حده وبتمنعه يقزي البنت دي تان وبعدين بتعدي بنت اسمها موركي وبتقولهم واحنا هنا بنامل ايه شوية متحرشين وشوية توتو وشوية جبابرة احنا بنامل ايه هنا مع بعض ده حتى احنا بنا هنا واحد ارهابي انا زيته عاوزة ارجع للروتين بتاعي واعمل مسكات وعيش حياتي وانا بيجي القائد دوجيمة بتاعهم وبيعرفهم انهم خلاص واصلوا لكوكب المريخ ولازم ينزلوا عليه وكل واحد فيكم لازم يستعدوا ويجهز علشان نقوم بالمهمة بتاعتنا وبعد كده بنرجع وبنشوف القائد باجاز اللي ابض على الاتنين المطاردين وبيلوم احنا لازم نروح كوكب المريخ علشان لازم نلاقي بديل لكوكب الارض لان الموارد عليه خلاص قربت تخلص وبيكمل باجاز وبيقول ودلوقت احنا لقينا ان انسب كوكب نقدر ناخد منه مصادر الحياة هو كوكب المريخ ولازم نروح هناك عليها علشان نقدر نوفر للبشر موارد تانية صالحة للحياة يهيشوا بيها واللون باجاز كمان الموارد على كوكب الارض خلاص بتخلص واحنا لو ما قدرناهش نوفر بديل كويس البشر هيكلوا في بعض ويكون فيه مجاعة كبيرة جدا وعلشان كده لازم نحافظ على النسل البشري ونروح للمريخ وانا باجاز بيعرفهم المهمة بتاعتهم ودرهم على الكوكب وبيقول لهم كل اللي احنا عاوزينه منكم انكم تساعدونا نموت الصراصير اللي احنا طلعناها كوكب المريخ وده علشان الحرارة تتزبط على الكوكب وتكون مناسبة للبشر يعيشوا عليه وهنا ساويمهم باجاز وقال لهم لو ساعدتونا نعمل كده وقتا مش هتشتري الحرية بتاعتكم وبس لا ده كمان هنساعدكم انكم تاخدوا فلوسهم كافة كبيرة جدا تساعدكم في حياتكم وتخليكم تبعدوا عن شغل العصابات بتاعكم ده وبعد كده بنروح تاني على المركبة الفضائية وبنشوف قايد الفريق دوجيما وهو بيقول لهم دلوقتي احنا ضربنا صاروخ كبير على كوكب المريخ وقدرنا نقتل عدد كبير من الصراصير الموجودة هناك وعرفهم ان دلوقتي المهمة بتاعتهم انهم يتلوا كل الصراصير الموجودة على كوكب المريخ علشان الكوكب يكون صالح للحياة وانه واحد منهم بيحب يستزرفوا لكن دوجيما بيديله في سنانه وبعد كده القائد دوجيما بدأ يقسم الفريق بتاعه ويعرف كل واحد المهمة بتاعته اللي المفروض تكون مطوبة منه علشان يتلوا ام الصراصير دي ويخلصوا منها ويرجعوا كوكب الارض من تاني وبعدين الراجل الغريب باجز بيكلم قائد الفريق دوجيما وبيقول له دلوقتي ايه الوضع عندك ويدرنا نعمل ايه لحد دلوقتي وقال الفريق دوجيما قال له احنا زي الفل وجاهزين ينفذ العملية بتاعتنا وان الراجل الغريب باجز كان من مساعدة بتاعته وعرفها انه كان فيه زمان مركبة استكشافية وطلب منها تبحث عن وضعها الحالي لانها تم يطلقها من عشر سنين وبعدين منروح لكوماتشي ويناناو واتا كانوا ماشيين على سطح المريخ وقبلوا في شوم ثلاثة من الصراصير وافين مع بعض ولكن كان حجمهم كبير جدا ومش قادرين يستوعبوا اللي هم شايفين وين كوماتشي بيحاول يكلم مع السرصار ده ولكن السرصار مش بيدله فرصة ياخد منه الرد وبيجري بمنتهى السرعة وبيقتل البنت ناناو ويبتقى على الارض وبيفضل كوماتشي مصدوم ومش قادر يستوعب اللي حصل وفي نفس الوقت ده الفريق اللي كان القائد بتاعته دوجيما كانوا على المريخ وبيحاولوا يقتله السراصير ولكن بيتموت منهم بنت من السراصير وبعد كده قائد الفريق دوجيما يتكلم مع الفريق بتاعه واللوم السراصير دي وصلت هنا كوكب المريخ من حوالي خمسمائة سنة وجات هنا الكوكب لشان يشوفوا هتقدر تعيش على الكوكب ولا لأ كمل واللوم قائد الفريق دوجيما السراصير دي قدرت تتأقلم على الكوكب وتطورت وبقى حجمها كبير وحركتها سريعة جدا لحد ما وصلت في الآخر لشكلها الحالي وانا واحد من الفريق قال له انت يا قادي الفريق دوجيما كنت عارف كل ده وساكت ومعرفتناش اي حاجة وقدرت تضحك علينا وخدتنا هنا في حرب اشبه بالجنون والمور وانا بيظهر الراجل الغريب باجز ليوم وهو في هيئة هوليجران واللوم كل واحد فيكم اضحقا بمجموعة كبيرة من الحمض النووي لعدد كبير من الحشرات وانا كله تنح وفتح بقه ومحدش فيهم كان فاهم اي حاجة ولا ايه اللي بيحصل وانا شوكيتشي بيقول له ان انت يا باجز تحكت علينا وخلتنا ناخد الحمض النووي بتاع الحشرات وقت ما فاهمتنا ان في عملية جراحية مهمة لازم نعملها قبل ما نروح المريخ وانا قاد الفريق دوجيما قال له كل واحد فيكم في حمض نووي لحشرة معينة ولو المخزون النووي لاي حد فيكم خلص هيقدر يرجع من تاني من غير اي مشاكل بمنتهى البساطة وانا واحد من الفريق اسمه لي طلب انه ياخد الحمض النووي اللي اتحان بيه قبل كده وانا الحمض النووي اللي بياخده ليه بيكون الحمض النووي للخنفسة الارضية والخنفسة الارضية دي كان بتقدر انها تدخل رزاز حرارته عليها جدا زي قازفات اللهب ودي كانت قوة خرقة كبيرة جدا وسعيد الحظ اللي زفر بيها كان لي وهنا بيقدر ليه يقابل سرصار من السراصير الاملاقة وبيدخف جسم الرزاز الناري ولكن السرصار مش بيتأثر اوي وبيضرب ليه ضربة قوية جدا وبيقدر انه يقتله ويقلص عليه وبيموت ليه وانا واحد من السراصير قرب من المركبة الفضائية بتاعتهم وحاول انه يخترقها ولكن واحدة من الفريق عرفتهم ان المركبة الفضائية بتاعتهم ضد الكسر والصعب ان اي سرصار منهم يقدر يخترقها مهما بلغت قوته وبعد كده السرصار بيقدر يكسر الزجاج بتاع المركبة الفضائية بكل سولة ودخل جوه عندهم وهنا قائد الفريق دوجيمة قرر انه يواجه السرصار بنفسه وهنا قائد الفريق دوجيمة حقن نفسه بالحمد النووي للحشرة اللي معاه واته بيطلع من نصيبه الحمد النووي لحشرة الكنجة والحشرة دي قوية جدا وتقدر تشيل دعف حجمها عشر مرات ده غير انه استنها قوية جدا وبتمتلك لدغة سمة تقدر تقتل بيه اي حد بسولة جدا وهنا قائد الفريق دوجيمة بيواجه السرصار وبيقرب منه حاول السرصار يقتله من اول ضربه ولكن هنا قائد الفريق دوجيمة بيقدر يضربه بكل قوى وبيخلص عليه بمنتهى السولة وبيموت السرصار وكل الفريق كانوا بيتفرجوا على قائد الفريق دوجيمة وهم مبهورين جدا بالقوى بتاعته وانا في اللحظة دي بيتفجئوا ان فيه عدد كبير جدا من السرصير حوطوا المركبة الفضائية بتاعتهم من كل مكان علشان يقدروا يدخلوا ويخترقوها ويقتلوا كل الفريق اللي فيها وانا حاولت واحدة منهم تبعد بالسفينة الفضائية بعيد عن السرصير دي ولكن كان الخازوق الصادم ليهم ان المركبة مش بتستجيب لأي امر ومش قادرين يتحركوا بيها وفي اللحظة دي قاد الفريق دوجيمة عرفهم ان كان فيه مركبة فضائية تانية على سطح المريخ من عشر سنين ولازم ينجحوا في الوصول للسفينة دي علشان يقدروا يرجعوا من تاني للارض وانا قرروا انهم يستنوا شوكيتشي علشان يقدروا يوصلوا للمركبة الفضائية وهنا واحد من الفريق بيحقن نفسه بالحمض النووي لحشرة اسمها الحشرة العصاوية الشيكة ودي حشرة من مميزاتها انها تقدر تخرج من بوقها غاز كبير بسرعة كبيرة جدا وانا بيطلع فوق على السفينة وبيأمن الطريق لشوكيتشي اللي يروح يجيب السفينة الفضائية التانية بتاعتهم وبعدين بنشوف الراجل الغريب باجز وهو بيكلم دوجيما وبيطلب منه يجيب له بيضة من بيدي السراصير وهو راجع للارض علشان يقدر يعمل لها دراسة ويعرف بسر قوتها وبعدين بنرجع للمركبة الفضائية للسراصير قدرت تدقل كل ما كان فيها والفريق قدر انه يمنع الاكسوجين عن السراصير علشان قوتها تضعف وتموت وبعد كده ماكوتشي بيرجع عندهم السفينة ووقتها واحد منهم بيكلموا بيقولوا ايه علاقتك بنا ناو وينما كوتشي بيعرفوا انه زمان ادري ينقذ ناو من واحد كان عاوز يتلها ومن ساعتها وقامت بينهم علاقتهم الكبيرة ويدروا يوجهوا مشاكل كبيرة بسبب انه قتل الشخص اللي كان بيعتدي عليها وبعدين ماكوتشي بيسأل جيم وانت بتعمل ايه هنا وينه جيم قال له بكل تناحى اصلا ما ليش حد خالص في الدنيا دي علشان كده قررت ااجي معاهم ومنها اركب مركبة فضائية ببلاش وبعدين هم في طريقهم علشان يجيبوا المركبة الفضائية كان فيه موجة كبيرة جدا من الصراصير طلعت عليهم علشان تدمرهم وينه تازوكا كان بيرمي عليهم الغاز بكل قوة ويدروا يعدوا منها بصعوبة كبيرة جدا ولكن بعدها طلع عليهم موجة كبيرة اكبر من الاولى بكتير جدا وهين تازوكا كانت قوته خلاص ضعفت بسبب السائل الكتير اللي رماه على الصراصير العملاقة دي وينما كوتشي يعرف ان تازوكا مش هيقدر يستحمل وكان بيدور على الحل وبعدها على طول سوراي وماريا قرروا يحنوا نفسهم بالحمد النووي بتاعهم للحشراء علشان يساعدوا تازوكا ويقدروا يعدوا من موجة الصراصير دي في اسرع وقت من غير ما يموت منهم حد تاني وينه تلع الحمد النووي بتاعها هو الخنفسة السودة والخنفسة السودة دي قدر انها تصدل اي عقوم لان جسمها بيكون صلب جدا اقوى من اي حشرة تانية ومفيش حشرة تقدر تقض في وشها وماريا لما تحن نفسها بيطلع الحمد النووي ليها هو حشرة الخنفسة الملونة والخنفسة الملونة دي كانت قادرة انها تعمل تموي مهم جدا علشان محدش يقدر يشوفها وبتكون من الحشرات تضر جدا لباقي الحشرات اللي حواليها وبعدين بيقدروا يعدوا كلهم من موجة الصراصير اللي كانت زي تسونامي بالزبط ولكن اول ما بيعدهم منها المركبة بتاعتهم بتتقلب على الارض ولكنهم بيقعوا على الارض وان تازوكا وسوراي وماريا بيحاولتهم الصراصير من كل مكان وبتقدر الصراصير يخلصوا على التلاتة بكل قوة وبيقطعوا كل جسمهم بدون اي رحمة وبعدين ما كوتي هو وباقي الفريق اللي معاه بينادي على تازوكا وماريا وسوراي ولكن محدش منهم بيرد عليه وبعدين بيرجع للمركبة الفضائية الاصلية ومش بيلاه اي حد منهم موجود هناك خالص والسفينة كلها متدمر واتابي لحظوا ان المركبة الاصلية بتبعت حاجة لكوكب الارض ولكن ما كانش واضح اي هو اللي هما بيبعتوه ولكن واتابيكتشفوا ان في اتنين من الفري مضربين بالنار وما كوتي ما بيكونش فاهم ازاي اتنين اتقتلوا بالرصاص وهم لسه ما واجهوش الصراصير وبيفهم ان فيه حاجة غلط حصلت وانا ما كوتي قرر يواجه بنفسه مجموعة كبيرة من الصراصير علشان يخلص عليهم بسبب اللي هما عملوه ولكن هنا بالله اخيانة كبيرة جدا وبالله واحد من الصراصير بيكلم الراجل الغريب باجز وبيقولهم ما كوتي يطلع عنيف جدا وما حدش مننا قادر عليه وبعد كده بيطلع ان الحمد النووي اللي ما كوتي حال نفسه به كان هو الدبور الاسيوي اللي بيقدر انه يلدغ الفريسة بكل قوة لمرات متتالية لحد ما بيخلص عليها بدون اي رحمة وبعدين الجيم هو كمان بيحقل نفسه بالحمد النووي للحشرة اللي معاه وبتطلع الحشرة بتاعته هي حشرة الجراد الصحراوي والجراد الصحراوي ده كان قادر انه يطير لمسافات عالية جدا بسبب رجله القوية جدا اللي كانت بتقدر انها تطلع لمسافات كبيرة عالية جدا وبعدين المسؤولة عن تشغيل المركبة هي كمان بتحقل نفسها بالحمد النووي وبيطلع الحمد النووي بتاعها هو حشرة السرعوف وده بيكون قادر انه يطل الفريسة بعدد كبير جدا من المهارات التمويه بسبب سرعته الكبيرة وبتطلع معركة كبيرة جدا بقيادة فريق ماكوتسي وبين السرصير اللي بيقدر ماكوتسي ولمعاه انهم يخلصوا على كل السرصير دي بكل قوة وبعدين بنرجع للسفينة من تاني وبنشوف سرصار بيتكلم مع واحدة وبنعرف انها كانت متنكرة في السرصار وكان اسمها هو موريكي وكانت متنكرة في حشرة الدبور الجوهرة والحشرة دي كانت قادرة انها تتحكم في السرصير وتؤمرهم بكل حاجة وينفزوها وبعدين موريكي بتتكلم مع اتشيرو وبتقوله روحت بسرعة بيضة من بيدي السرصير ودخلوا جوه المركبة الفضائية بسرعة وبعدها بتتل الشخص اللي مرمي على الارض اللي كان بيتهم اتشيرو بانه خاينه وبتتله وبعدين بنعرف ان اتشيرو محؤون بحشرة الهام مشيا والحشرة دي قادرة ما تموتش ما ما حصل لها وانها لو خدت اصابة كبيرة وترشت بعدها بالمية بتقدر ترجع للحياة من تاني وبعد كده بنعرف ان باجاز ده كان بيخطط انه ينقل عدد كبير من اجسام السرصير الاملاقة دي للارض وده علشان يدرسوا القوى بتاعتها ويعرفوا ازاي التورطة علشان يدفد كله للقوى العسكرية اليابانية علشان يكون سلاح ليهم ضد العالم كله وبعد كده اتشيرو وهو بيكلم مع موريكي افتكر ايام الفقر بتاعته ايام زمان مع اهله واتما كانوا مش لاين يكلوا اي حاجة وبعد كده هم بيتكلموا بتفئس بيضة من بيدي السرصير الاملاقة اللي المفروض كانوا يوصلوا بيها للارض ولكنها فقست في طريقهم وتلها من البيضة اتنين من السرصير وهنا جرت بسرعة موريكي علشان تحاول تسيطر عليهم ولكنهم ما استجابوش لاوامرها وقتلوها ويخلصوا عليها وهنا الاتنين دول اللي تبع السرصير بينادوا على جيش السرصير اللي تبعهم وبينطوا على المركبة الفضائية ولشان كده المركبة الفضائية بتقع على الارض وبتتدمر وبعدين ما كوتي وجيم وقرروا انهم يقتلوا كل السرصير المتباقية لحد ما يخلصوا عليها وما كوتي وجيم او باري بيحقنوا نفسهم بالحمد النووي بتاعهم علشان يتحولوا وبدأت بينهم معركة كبيرة اسطورية وقتها ادرت السرصير تقتل او باري وبعدين جيم بيقرر يحقن نفسه بالحمد النووي اكتر من مرة علشان قوته تزيد ولكن بيحصل العكس وقوته بتقله بيقع على الارض وهو مش قادر خالص وبعد كده ما كوتي كان بيحارب باقي السرصير بكل قوة واتل منهم عدد كبير ولان الكترة تغلب الشجاعة وكلهم يتلموا على ما كوتي وكانوا خلاص هيقتلوه ولكن بعدها بيجي التف كبير عملاق وواحد من الصرصير بيدرب نار ما كوتي وهنا بيحصل انفجار كبير جدا بعد ما غلت السرصار ودرب النار على الطيف والانفجار ده يتسبب في متعدك كبير من الصرصير وبعد كده ما كوتي بيشوف جيم واقع على الارض وجيم بيطلب منه ياخده ويرجعه للارض وبعدين بيفوئت شروة وبيبدأ يفتكر حياته الصعبة ايام زمان ايام الفقر والجوع والوهن وبعدين بيرجع ما كنتش على المركبة الفضائية وهناك بيقابل هي روما وواتا بيفتكروا خاين وبعدها الاتنين قرروا يركبوا مع بعض المركبة الفضائية علشان يرجعوا بيها مع بعض لكوكب الارض من تاني ولكن بعد كده حصل بس مباشر وباجز يتفضح فيه ويرفو بحياته كل اللي هو كانوا يعمله والمساعدة اللي كانت معي بتقدر انها تثبته وتخلص منه بعد ما تلته بسبب خيانته الكبيرة بعد ما الفريق صدقه وقرر يكون معاه بعد ما سومهم على حاجات كتيرة في حياتهم زي الحرية والصحة والقوة تغير انه كمان يتحكم في كل الجنات النووية اللي قدر بيها يغير من تكوينهم الداخلي ويحولهم لحيوانات خطيرة وبشعة وبخلص الفيلم هنا اتمنى يكون عجبكم ما تبخلش نابل لايك ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس لشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول واشوفكم على اخير ومع السلام